مساعد شفت خطوة انتقال ترزيجي للدورة الانجليزية ازاي؟ لا دي فرحة ما بعضها فرحة دي بقى والله؟ اه يعني انا ممكن اكون فرحة اكتر من ترزيجي يعني بس ترزيجي ده بالنسبة لحاجة تانية كبت الإسلامي ترزيجي ده ترزيجي ده يعني يعني في ناس انت لما بتيجي سيرتها بتعرفش بتقول عنها بس ترزيجي رجع من كاس عام الشباب قلت له تعالى تقود معي في الشقة معي فقال لي لأ ليه وانا هشوف قلت له لأ انت لازم تيكي تقعد معي ترزيجي ومشا مختلفة خالص يعني كمية اصرار وتحدي وعزيمة غير طبيعية جدا انت كنت عايش معي لحظات الانتقال اعتقد يوم بيوم مع بعض ايه اللي حصل احكي لنا واحدة واحدة كده عشان الناس برضو هل بقى لك انا دايما بقى اصرر ان دايما الحكاوي دي تطلع لدي ليه؟ الحكاوي دي ليها مردود رائع جدا جدا عند الشباب الشباب هيتعلم كده هو قاعد مرة هقول ايه؟ طب انا فكر زي ما كابتن سعد بيفكر افكر زي ما كابتن ترزيجي بيفكر افكر زي ما كابتن رمضان بيفكر احنا جينا قبل كأس العالم اللي هو 2018 كان في عرض لترزيجيه من نادي في ايطاليا وكان في عرض من نادي تاني مش فاكر كان فيه وكان رمضان جاله نادي اللي هو هيدرسفيلد مش عارف الاسم صح ولا لا فرمضان كانوا واقعي قال ان هروح وكده وكان حجازي جاله عرض وحنا بنقعد نتكلم مع بعض عرض حجازي من الناس القريبة مني جدا فكنت بقول له على الخطوة ان هو يروح كان فيه لستر او فيه حاجة فقلت له حجازي لازم تروح في التوقيت ده فترزيجيه كان فيه نادي فترزيجيه قال ان هاجل شوية بعد كأس العالم يجي لي احسن فانا كنت رافض للمبدأ ورمضان مثلا استقررنا نروح لرمضان ورمضان راح ووقع وكد خطوة كويس سعيدة اه كد خطوة كويس سعيدة فترزيجيه انا قلت له احنا مش ضامنين في البطولة ايه اللي يحصل نصر بشكل كويس ما نظهرش انت تبقى لازم تبقى عقلان يعني ودايما انا بحط صلاح المرجعية بتاعتنا او المثل اللي احنا بمبصله في تفكيره يعني صلاح برضو من ناس القريبة مننا او مني بشكل شخصي فبتكلم معه على طول فترزيجيه قال ان هاجل فعلا لما ترزيجي ااجل مجاش عارض قويس اه في الفترة دي جاله نادي هو ما كان حاجات باقي ارقام ما ديها كبيرة كان فيه عروض بس تشيك سويسرة اه مش مش اقوى يعني مش اقوى اه فهو بصراحة كان بين نارين ان هو فيه مقابل ماد جبير جدا يعني مقابل ماد جبير اكتر من اللي بياخده في تركيا اضعاف 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 وانت بنحيرة ان انت عندك طموح وعايز تروح نادي تاني فقال انا من هنا الهنا قلت له تركيا برضو سوق كويس لأوروبا وبرضو انت اقدر شغال على انت فيه بس يقص هنا كابتن اسلام عرق على اللعيب اللي هو كابتن اسلام هيدوس ويكمل ويطور السنة اللي جاية ويقدم احسن من السنة اللي قابليها والله يفضل بف مكانه فهو ترزيجيه مستو عنده اصرار غريب وتحدي نفسه ودايما شايف ان هو قليل دايما شايف ان هو عايز يبقى احسن دايما شايف ان هو ودي مسترزيجيه ودي هتوصله السنة الجو اللي بعدها ممكن يبقى في اكبر انديت اوروبا وانا متوقع دا يعني فجينا دي في ايطاليا كان في بارما او اطلانت حاجة زي كده وكان فيه حاجة في انجلترا هو ترزيجيه يخاف من الحسن داين يخاف من الحسن يخاف جدا وبعدين فم يتكلمش كتير يعني هشوف مش عارفه بتاع بس احنا كل يوم مع بعض من هنا الهنا لان العرض بتاع انجلترا كان فيه نادي تاني في انجلترا وكان فيه النادي دا طبعا النادي دا اسلوفيلا كان فيه كذا حاجة يجاب المحمدي موجود معاه المفروض هيساعده ببقى برضو حاجة كويسة ليه وانا كنت داما نقول له روح للمدرب اللي متمسك بيك اكتر حتى والماديات قليلة المدرب اللي متمسك بيك اكتر هو اللي هينجحك هو اللي هينجحك وحيجيب لك فلوس اكتر وهو اللي جايبك عشان تلعب الاهم حاجة اللعب فاحنا برضو الميزة تحصل بالتسجارة كابتن اسلام لما راح متحسش ان هو بايد عن الاجواء بيلعب ودخل على طول والدنيا مشت وكلام دا كله لكن هيتعلم وهيكتسب خبرات وبعدين انت بتتكلم في لعيب ليسا رايح الدوري الانجليزي فان هو يبقى بيلعب ماتشاط واساسي وبيلعب يوتبر تسعين ديئة فدي حاجة كبيرة جدا فطبعا لما عرفنا والخطوات تمت وجده فحسيت ان انا اللي ورحت انجلترا مش هو يعني لانه كان بالنسبالي يعني هو اخ اخ يعني تلزجي فربنا وفقه يساعده وهو من اكتر ناس القربة القلبي يعني طيب خلا نتلع نشوف برضو